قد تعود الطائرات السورية وربما الروسية إلى سماء دومة إن لم يلتزم جيش الإسلام بإتمام الاتفاق حول أخراج المسلحين الرافدين للتسوية مع عائلاتهم وقد تغلق غرفة المصالحة الروسية عند معبر الوافدين إذا بقي رهان قيادة جيش الإسلام على تحسين شروط الاتفاق بما يتناسب معها هو الإنذار الأخير للبويضاني وأتباعه لأن دماشق والروس لا يريدون للهدنة أن تؤدي إلى تآكل مفاعل العملية العسكرية التي أنجزها الحليفان بسرعة قياسية سارعت موسكو وأنقرة وطهران لعقد قمة ثلاثية في أنقرة لتعزيز تفاهمات رعاة أستنى وتسريع العملية السياسية في سوريا بموجب موازين القوى المستجدة بعد تحرير الغوطة إصرار موسكو ودماشق على استكمال العمل العسكري سياسيا بإخراج المسلحين قبل متابعة كسر العمود الفقري للمجموعات المسلحة حول دماشق في لحظة تراجعها لم يمنح الوقت الكافي للسعوديين والأمريكيين للضغط على عملية تحرير أكبر الجيوب المسلحة على تخوم العاصمة عكس الظهور الإعلامي للرؤساء الثلاثة على منصة دبلوماسية وسياسية استعجالا إيرانيا لاحتواء نتائج تقارب الروس مع الأتراك بعد عملية غصن الزيتون والتنسيق من أجل إعادة التوازن في المثلث الروسي الإيراني التركي قبل الذهاب إلى أستناء منتصف أيار مايو المقبل أما العملية السياسية في إخلاء المسلحين التي أراد الروس إطلاقها من خلال الضغط العسكري بعد استعادة معظم الغوطة فقد تتعثر في دوما الروس يستعجلون إخراج مجموعات لم تتوقف عن الاستعداد لمواصلة الحرب بأي ثمن قبل التفرغ لعملية إدلب بمشاركة تركية لتصفية النصرة وتقويد أطماع أنقرة في التوسع أكثر في الشمال السوري بعد احتلالها عفرين وضربها للمشروع الكردي إضافة إلى التقاط توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة بعد الإعلان الأمريكي عن تعزيز قواته في منبج لمواجهة أي هجوم تركي محتمل فيما توازن موسكو خطواتها في الحل السياسي بين الغوطة الشرقية وقمة أنقرة لا تزال دماشق على ريبتها من تركيا وتعتبرها قوة احتلال للشمال السوري ومن دون إغلاقها لمعابر السلاح والمسلحين وإنهاء احتلالها لا مسار سياسي بالنسبة لدماشق لا من أنقرة ولا من أستر من معبر الوافدين في الغوطة الشرقية ديمان نصيف الميادين ترجمة نانسي قنقر